اليوم سوف نتعرف على طريقة كيف يتيح المشكلة التعليقات على تطبيقك الخاص واتساب ما عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بالضغط على الضبط والإعدادات هنا ثم سوف يقوم بأخذنا إلى هذه القائمة الخاصة هنا بعدها سوف تقوم بنزول الأسفل تضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة تطبيقات الخاص بك في هذه القائمة سوف تقوم بنزول للبحث عن تطبيق واتساب هنا في هذه القائمة الخاصة هنا تضغط على واتساب نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق تضغط على إقافي شباري ثم تضغط على موافق ثم سوف نقوم بنزول الأسفل تضغط على مكان التخصين نأتي إلى نافذة مكان التخصين تضغط على مسحى التخصين المؤقت ثم ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بإدفاء وتشغيل الواي فاي الخاص بك لكي يقوم بتهديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على إجازة اللايك والتقوم بالفيديو آخر إن شاء الله